السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير على خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الآخر ولاعجبكم ما تنسوا الشعرقوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا الجديد لجدد على القناة والإقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة شكرا على التعليق زوان اللي كتخليوا لي بحقي بسم الله أنا عندي هنا شوية الحمص 250 جران الحمص اللي درتوه كيتسلق كندروا فوق الكوكوت وكننحط بحال هكا كيتسلق ماكننغطيش عليه في اللوول عاكننحط عليه الغلاقة هكا من الفوق وعندي هنا وحد جوجي حباس ديالبادنجان اللي كنقطعهم على تشكلنا على شكل أصابع بحال هكا كندرهم مرقاق إلا كنعدكم بنجل كبر من هذا أحسن كيجي أحسن صافيو كنستمر عليه حتى كنكمله كامل وكندروا في واحد الإناء وكندر عليه شوية ديال الملحة صافيو كنخلطو كنحطو على جنب وغادي نجيب هنا يا واحد الإناء اللي غادي ندر فيه حط نجرة صغيرة كندر فيها كسب ديال الروز كنغسله مزيان أنا هنا يحتاجي للكس ديال الروز فقط صافيو بعد ما كنغسله ثلاثة المرات كنضيف عليه جوش كسن ديال الماء وشوية ديال الملحة وكنحطو كيتسلق صافيو كدير شوية ديال زيت البلدية أو زيت الزيتون كنخليه تسلق على عفية مهيلة هنا يا بعد ما هكا غلات معنا الطنجرة ديال الحمص كنحيد هاد الكشكوشة اللي كتكون فيه بحال هكا ضروري هدي ما كنحيدوها وكنعود نخلي واعود تاني كيبدأ كيجمعها في اللول غا كيجمعها جوج مرات أو ثلاثة المرات كنحيدوها صافيو كنغطي عليها بحال هكا وكنخليها حتاني ها هي تاني جمعات الكشكوشة ها هي تغطي عليها شوية وحد لسل دقيق كتلقيها جمعات الكشكوشة التانية صافي كنستمر لي بحال هكا حتى ما كتبقش في هاد الكشكوشة وكنسد عليه الكوكوط وكننقص عليه البوطة وكنخليه وحد خمستاشر دقيقة على عافية مهيلة راه كنقه طعب لان عندي الحمص هكا طياب هنا عندي واحد لنص دي صدر دي الجاج هنا اللي متوفر عندكم اللي متوفر عندكم بحال هكا الدجاج او متوفر عندكم هكا الكفتة لان احنا مقابلين على عيد الاضحى متوفر لادان اللي متوفر عندكم او بحال هكا القطبان ديك الحمدية القطبان حتى هو راه كيجيزوين بحال اكا كنقطع البصلة حتى هي هكا على شكل شرائح عندي جوج حبيبات ديو البصلة صغيرة الى عندنا حبة كبيرة كنديرو حبة كبيرة صافي كنقطع هكا رقيقة وغد نضيفهم في واحد المقلة كنقطع الثانية وكندير هنايا شوية دي الزيت البل دي او زيت السنشون كنضيف البصلة هكا كوس دي الجاج وكنتبل كندير هنايا الثومة بودرة وكندير هنايا انا عندي هادا خيزو هكا ميبس او جزر كندير واحد المعلقة كتعطيه واحد ليدة وحت حمارة كيجي رائع انه هادا ماشي كوركم يعني خيزو هكا هالكوركم هو هادا اللي درتمانو من بعدو هادا خيزو ميبس الي عجبكم قلو هاليا نحط عليكم في القناة رفي تحطاها شي تلسنين دابا وكندير شوية دي الكمون شوية دي التحمارة شوية دي السكنجبير والملحة حسب الضوء صافي وكنحطها كاكا تشحر فوق البوطة كنخلي هاد البصيل هاكا مع هاد جج كتشحر وهاد خيزور كيعطيه هاد النسمة رائعة يعني احنا مو قبيلين دابا على الصيف انا كيسخل الحال كندير هاد القدرة بحال هاكا كن يبسها وكنديرها في القراعي كتبقى عندي حتى كي يدور عليها العام يعني كنحتاجوا هاكا في البيض كنحتاجوا هاكا بحال هاكايلة كناديرين بحال هاكا دجاج مشار مال كنحتاجوها في بزاف دي الحويش صافي كنا نقلب هاد وكنخلي هاكا حتى كتطيب مزيان كتتحمر الكوكو دينا راه فوق البوطة باش كي طابلين هاكا الحمص صافي بعد ما كي طيب صافي كنحيدو حطوه على جن وغادي نجيب مقلة كندل في وحد شوية دي السيت وكندير في وحد الحبة دي القرعة كندير عليا شوية الملحة وكنخليها تحمر زيت راه قليلة وغادي نرجعوا البدينجان دينا وغادي نحيدوه من هاد المليحة راه كي يطلق الماء ثم غادي نوريقه من المال لي كي يطلق هاكا وكندير وحد المنديل وكنمسح دك البدينجان انا هنا درت كيمية قليلة انتو ما كديروا على حساب افراد العائلة لكن العائلة بزاف راه كنديروه بزاف لكن العائلة قليلة هاكا راه كنديروه هاكا كنديروها قليلة صافي بعد ما نشفتوه مزيان غادي نرجعوه لقينا اللي كان فيه قادي نمشي ونشوفوه القرعة دينا وهنا كنديرو حد المعلقة عفوان دي البقيق صافي كنلبسو بها الدقيق بحال هاكا غادي نرجعوه بحال هاكا للقرعة اللي حمرنا بحال هاكا في ديك الزوية تقليلة او كندخلوها الفران لحساب انا الي كانت عندي هاكا كتيرة كندير في الفران كنديرها في الفران هنا عندي حبة وحدة ما هاكا درتها في شوية دي الزيت صافي وغادي ننضيف داب البدينجان زيت وحدة شوية دي الزيت وكنضيف في البدينجان مرة 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 ما فيها بس يقيلة إلى قليلة ولكن هو ما غاديش يتشرب لنا الزيت لأنه نخلينا حتى تطلق دك المديالو ولبسوها كم دقيق صافي نخليه تقلق وكن ارجع نشوف الروز دينا راه طاب والحمص دينا حتى هو راه طاب انتم ما شفتو كيفاش كي يجيب حل الزبدة كنضيفه على الروز وكنضيف شوية البصلة كنضيف شوية القصبر والمعدنوس مقطعين الرقاق وكندير شوية زيت البلدية او زيت الزيتون وحت لسط المعالق بحل هكا شوية ليمون الحامض فلسطة ملحو كتسدو علي الكوكوترا كي يجي مزيان. هنرى الاوكلة دينا رو جدات. قد نوجدو الطبق دينا دلت شوية دي الخيار شوية دي الماطيشة. وكدشي هالوجبة كدشي رائع وكدشي خفيفة صيفية. يعني ما نتردوش بحال هاكن وجدوها. وكدجي لديدة القرية دينا هتا هي. سمحوا لي البنات انا كنخدم بيدي كتر من اللي كنخدم هاكا بالمعلقة او با دكا كيعجبني انا نخدم بيدي. وكنضيفو هنا يا دجاج كيف ما قلت لكم عندنا كفتا هاكا ولا دجاج ولا اللي متوفر عندنا. وحالكا كنكون وجدنا لطبق دينا اللي كيجيو رائعين كيجيو تحفة ولداد وخفاف صيفين. وما تنسوش لعجبكم فيديو ما تنسوش شاركو في القناة وتضغطو على الجرس باش دائما ان شاء الله توصل الجديد. وما تنسوش لي بصم الله يجازيكم بخير. ما انتم ما ما خسرين والو. ديروا بحال هاكا ديروا واحد مني تبدو الفيديو ديروا لايك. وبدو تفرجوا في الفيديو باش الفيديو تشاف. وكنقول لكم صحا ورحا والسلام وعليكم ورحمة الله.